محمد شاب مغربي يشتغل بعيدا عن تكوينه الأكاديمي الذي لم يؤهله للحصول على عمل يعتمد على تطوير مهاراته من خلال تدريبات تخول له للفتاحة على متطلبات سوق العمل هروبا من شبح البطالة التي تهدد مستقبل الخريجين وحامل الشهادات العليا الشغل في القطاع العام هو الشبع منادم لهذا فكرت أن نحصل على تكوينات أخرى في ميدان نقل في ميدان في لغات أخرى وفي ميدان أخرى لهذا لنحصل على الشغل في القطاع الخاص كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة في المغرب ارتفع من 9% إلى أكثر من 10% على المستوى المحلي خلال الفصل الأول من السنة الجارية وسجلت أعلى نسبة في صفوف حامل الشهادات الجامعية بأكثر من 17% ارتفع عدد العاطلين بالمغرب بـ 208 ألاف عاطل ليستقر عدد العاطلين بالمملكة خلال الفصل الأول من سنة 2020 في 1.292.000 عاطل تخلق أزمة التشغيل في المغرب وضعاً اجتماعياً متوتراً وخاصة في صفوف حامل الشهادات العليا الأمر الذي يدفع بعضهم إلى اللجوء إلى وسطة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تمكننا من أننا نحققوا الإدماج حقيقي برسم سنة 2019 و41.000 تقريباً إضافية على شكل مقاولات يؤكد مراقبون أن معدل البطالة سيرتفع بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام الجاري بسبب تداعية الجائحة التي ضربت البلاد في معرض جوابه على أسئلة النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون إن سنة 2021 ستشهد أكبر عدد من فرص العمل لفتح أفاق كبرى لتشغيل الشباب فاطم البكاري الحرة الرباط